ارتفاع حصيلة قتل هجوم مسجدين من زولندا لواحد وخمسين قتيلاً والمتهم يمثل أمام المحكمة واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلاً بكم ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا إلى واحد وخمسين قتيلاً بعد وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل مواطناً ثالث متأثراً بجروحه في الحادثة كما نعت السفارة السعودية في ويلنغتون المواطن محسن محمد الحربي الذي توفي في إصابته في الاعتداء الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايت شيرج قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري إنه لا يوجد جدول زمني للانسحاب الأمريكي من سوريا وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك ما بين 15 و20 ألفاً من مناصر تنظيم داعش في سوريا والعراق ومعظمهم خلايا نائمة أصدر الحزب الحاكم بالجزائر بياناً أكد فيه تمسكه بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس بوتفليقة وفي مقدمتها تنظيم ندوة وطنية لتعديل الدستور وجاء البيان بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الحزب حسين خلجون اعتبر فيها أنه لا جدوى من تنظيم الندوة الوطنية ودعا بدلاً من ذلك إلى إجراء انتخابات رئاسية عاجلة تتم الدعوة لها في غدون أسبوع واحد نشرتنا مستمرة وفيها بعض فاصل قصير رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أبدأت استعدادها للاستقالة أهلاً بكم من جديد قالت وسائل أعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبدأت استعدادها للاستقالة إذا صوت نواب مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين وتجتمع الحكومة اليوم لبحث آلية عمل البرلمان في التعامل مع ملف بريكسيت فيما قال وزير التجارة لبريطاني أن الخروج من دون اتفاق وارد لقيت طفلة عراقية مسرعها جراء انهيار منزلا في محافظة واسط بينما آلنت حال الطوارئ في المحافظة نتيجة الأمطار والرياح الشديدة وحذرت خلية الأزمات من تأثر محافظات ديالا وواسط وكركوب وبغداد ومناطق جنوبي العراق من أمطار غزيرة قد تنتج عنها سيول في الختام تذكير بأهم العناوين ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسجدين نيوزيلندا لواحد وخمسين قتيلا والمتهم يمثل أمام المحكمة واشنطن تشير إلى عدم وجود جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا انقسامات حزب الجزائر الحاكم بين رفض خارطة الطريق والتمسك بها بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة